حالة غضب واستغراب عارمة في صفوف مكون تحالف تقدم أثارها بيان تمخض عن اجتماع تحالفات السيادة وعزم حسم والذي أطلق ما وصفت به نفسها على أنها أغلبية المكون السني والتي من حقها انتخاب رئيس جديد للبرلمان موجة الغضب التي عادت لأركان البيت السني أشعلت فتيلة أزمة مركبة لملف لم يقفل بعد حيث أن اختيار بديل عن رئيس البرلمان السابق كشف غياب التوافقات السياسية وهنا تحديدا أطلق قياديون في تحالف تقدم غضبهم من خلال تصريحات نارية ردا على ما وصفوها بأكذيب لا صحة لها من الأصل حول تصريحات السيادة وعزم وحسم أنها أغلبية المكون السني حيث تتفوق تقدم في العدد والتمثيل داخل البرلمان ومن حيث نتاج الانتخابية والتفوق الجماهيري ولم يأتي رفض تقدم لما خرج على لسان بيان السيادة والحسم وعزم إلا من منطلق ما أكدوا أنها محاولة إقصاء وتهميش سياسية خاسرة مر بها العراق عبر فترات متتالية يرفضون بالجملة والتفصيل السماح لتكرار مسرحيتها وتحديدا ما شددوا على أن تلك التصريحات الصادر عن الاجتماع السني والذي لم يفضي إلى اتفاق فيما بينهم تصريحات من شأنها أن تعزز صورة الاستعلاء على القانون إذ حمل البيان خطابا يعزز عدم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية فيما التزم التقدم بقرار إبعاد رئيس البرلمان تقدم دعا الحكومة والقضاء والهيئة الرقابية بوقف مزاد البيع والشراء الذي ضلل العملية السياسية وتبقى مرحلة ترقب قرار المحكمة الاتحادية هي الفيصل بما يتعلق بمرشح منصب رئيس البرلمان بمعنى أنه لا يمكن لتصريحات غير موثوقة بدليل أن تحرف حقيقة تفوق تحالف تقدم بالعدد والجمهور والأغلبية البرلمانية